أطلاقة هيئة الصحة في دبي حملت التسامح العلاجية بالتعاون مع مؤسسة نور دبي الهدف منها تجميع مبلغ 300 ألف لإنشاء مخيم العلاج القادم لمؤسسة نور دبي لعلاج أمراض العيون للمحتاجين طبعا المنافسة هي ما بين ثلاث قطاعات في الهيئة الإدارة العامة ومؤسسة دبي للرعاية الصحية ومؤسسة الضمان الصحي نطلب من جميع الموظفين المساهمة في هذه الحملة بأكبر عدد ممكن طبعا المبالغ محددة ب50 درهم على كل مسج بس ممكن إعادة التبرع كذا مرة في مبالغ معينة بعد لها أرقام حسابات ممكن تحديدها من خلال المنشورات التي تم توزيحها على الموظفين وندعوكم للمساهمة مع أهلكم والتي تعرفونهم كلهم على أساس نوصل للعدد المطلوب من التبرعات صاحب أكبر عدد من التبرعات بيحمل راية التسامح إن شاء الله في هيئة الصحة وبيتم تكريمهم في نهاية الشهر الكريم اشتركوا في القناة